انه طبعا سنة الاربعين انه هو وقت المغرب لا نخليها وقت العصر العصر اه يعني احنا لسه الشمس طبعا اه لسه ليه بقى احنا لو جينا مثلا اعمار الناس يعني كما ذكر القرآن والحديث يعني من الستين للسبعين ده اغلبية الاعمار الستين يعني كده عدد تلتين دخلين على التلت الاخير اللي هو الزبت التلت اللي فيه انما الاعمال والخواتين لو جينا نشوف شهر رمضان يا أستاذ يشام ثلاثة ثلاثة اول ورحمة صوته مغفرة العشر الاخير ايه اللي فعلت القدر اعيد قد من النار اه اللي كان لما بتيجي العشر الاخر دول كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيشد مأزاره وايقظ اهله واحيا ليله كناية عن الاستعداد التام يعني المفروض نعمل نفس الكلام نعم هي دي مرحلة الايه سن الاربعين اللي ربنا ذكرها في القرآن في سورة الاحقاف قال تعالى ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهر حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنة قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبتو اليك واني من المسلمين الامام القرطبي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية بيقول سن الاربعين هو سن استواء الاستواء البدني والعقلي تمام كمال الفهم والعقل والجسم ويجب على الانسان اذا بلغ هذا هذه السن ان يكسر من هذه الدعوات رب اوزعني يعني الهمني واعني رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه يعني الانسان يكتر من الدعوات دي ويكتر من الاعمال الصالحة دي ومش معنى كده ان الشباب في فسحة من دينهم ان لا كان من شاب سبقات الى الوقت هو لسه يعني بيالهو في الحياة اه والانسان طبعا في المرحلة دي مثلا لو جينا نقسمنا النهار يا أستاذ الشام زي ما نقولك نبدأ مثلا العصر لو جينا نقسم النهار من الفجر للضهر ادي التلت التلت التاني من الضهر للعصر ادي التلت التاني التلت التالت من العصر للمغرب والرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي أسم الموضوع ده قال ايه مثلكم ومثل من قبلكم الامم اللي لأبليكم كمثل رجل استأجر أجراء جب عمال يشتغل عنده فقال من يعمل لي من الفجر الى الظهر على قراط هدلوا قراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من الظهر الى العصر على قراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر الى المغرب على قراطين فكنتم أنتم أمة الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا لقد عملنا كثيرا وعملوا قليلا واخذوا أجرا أكثر منا فقال الله هل أنقصتكم من أجركم شيئا أنا ظلم تحدي فيكم قالوا لا فقال الله فذلك فضل أتيه من أشاء فسن الأربعين هو تمام كمال العقل وإذا وصل الإنسان سن الأربعين يجب عليه أن يأخذ حذره إمام الدعاء الشيخ محمد متول الشعراء وإستاذ الشام قال كلمة جميلة أتمنى أن نحن نحفظها ونعيها فضلت إمام الدعاء قال إيه إذا وصل العبد سن الأربعين مسح الله تعالى بيده على وجهه وقال له أما آن لهذا الوجه أن يستحي مني فيقب على الإنسان بقى أنه هو يأخذ بالإعبرة احنا كده وصلنا للتلت الأخير يعني في شهر رمضان لما بنوصل للتلت الأخير بنعمل إيه؟ بنستعد وبنكتهد في العبادة الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي سيدنا جبريل عليه السلام كان عمره أربعين سنة ومرحلة النبوة تلاتة وعشرين سنة الرسول ماته عنده تلاتة وستين سنة يعني مرحلة النبوة تلاتة وعشرين قضى منهم تلتاشر في مكة وعشر في المدينة يعني الرسول لما نزل عليه الوحي بقى النبي كان عمره كام؟ أربعين سنة كل الأنبياء كده كل الأنبياء ربنا بعثنه واختارهم أنبياء سن الأربعين إلا سيدنا عيسى عليه السلام ويكلم الناس في المهدي وكهلة يعني النبوة بتاعته بدأت واطف لأنه ماته عنده بضع إيه؟ وثلاثين سنة فده سن مش مفزع يعني إيه؟ يعني مثلا إنه وصلت السن الأربعين إن أنا خلاص كبرت ويائست أبدا ده سن النطق العقلي والبدني في سن الأربعين وكمان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إذا قامت القيامة وفي يدي أحدكم فسيلة يعني شجرة فليغرسها آه فإن استطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها نشتغل يعني إيه؟ يعني اتخيل لو الإنسان هيموت بكرة يعني ما عنديش حاجة أقدمها أكثر ليس في الإمكان أكثر مما كان لوحينا رح لك 30 0 شكرا